الخبر الأول اللي عدنا عن فضيحة أنس الشايب وكشف حقته ويا مايا وشون تعرف عليها فعمار نزه هذا المقطع على قناته باليوتيوب واللي فضح بها القصة بالكامل وبنفس الوقت حط مقاطع لأنس شايب كانوا يقول بها كلام زالة 18 طبعا بالبداية عمار كانوا ويا مايا هم أصدقاء فعمار من باب الخير حب انه يعرف مايا على أنس شايب عمود يخليهم يصورونه مع بعض طبعا الشايب هنا نحاول انه خلي مايا حبيبته وصار انه يزحف لهواية ويترجعها على مدد صار حبيبته وبنفس الوقت كان يعبي براس مايا أنه عمار شخص مو زين ولكن عمار طنش الموضوع لأنه يعتبر أنس شايب كان صاحبه ويحبه وطبع نسل وكتب هذا المقطع صار يشرح به شون هو نصب على مايا وباقي حساباته بالإنستغرام وغيرها طبعا بعد ما عمار رجع يحتيو يا مايا شوفوا أنس شايب شونه دز طبعا التحذير هذا الفيديو راح أضر لكم يا شوي زالة 18 زالة 18 فشوفوا المقطع طبعا يا حبايب هذا المقطع بيكلام كلش قوي ثاني وخطير كلش فرح تقم المقطع بلوصف الصورة 100 ألف عمودي نزلنا مقطع وراه الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني فجواني زعله سبب اللي انستغرام هذا الستوري وهذا الستوري اللي من خلال عنه رح ينزل المقطع الساعة بالأربعة والي هو مقطع الحلاقة ماللحيته طبعا هو جانش وهي خايف ان يطلع وجه فرحبتكم الستوري شوفوا ما اقول اهيك يسوي بيه أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مرسال فمرسال نزع على سبب اللي انستغرام هذا الستوري فأول شيء نزع هذا الستوري اللي كان بيديه يختار فستان ما العرس ولكن بعدها بالستوري الثاني نفعل ان الموضوع مزواد ولكن اعلى من خلال هذا الستوري انه لاحي يرجع اليوتيوب ولستوري اخير صار يطلبي من المتابعين انه يتوقعون من الشخص اللي حي لبس هذه البدلة واحد من الاشخاص كتب له بيسان فرد عليه بضحكة وهشان يكتب له انس الشايب فبعد المرسال صار يستهدب انس الشايب وخاصة انه تعرفون ان انس الشايب طلع مورجال فراحطكم هذه الستوريات شوفوهم على المرسال هيك تجوز انس الشايب بصواهر منظر كشفوك ع حقيقتك كشفوك انا كت حب انا مفاجأة هاهاهاهاهاها ما اعرفوه اا الجبار اش اعطيتوه كرمال الله هده الخبر الثالث اللي عدنا علي المتابعين هو كشفهم الحقيقة ابن سوريا واخفاء لاسم أومسيف من التعليقات الي عندها اما ليسا عن ثببه مثلا تعرفون انه أومسيف وابن سوريا وبن سوريا طلع بلايف وصار يسبها وصار يتهمه انه هي نصابة ومتابعين امسيف طبعاً صاروا يترجمون عليه بكل مقطع ينزل أما بالنسبة للدليل ندخل على مقطع نزلها بين سوريا وينزل بيع التعليقات وروح لكلمة امسيف ونكتب امسيف بعدها روح لكلمة الأحدث أولاً عمود نحف التعليق والتعليق للأشخاص الأخوة ورايا بعدما نرفضهم زين روحوا نغير الحساب عمود نشوف هل التعليق لها يطلع للناس أو لا بعدما نغير الحساب ونزل بيع التعليقات وروح لكلمة الأحدث أولاً راحشوف انه تعليق مظهر وانما تعليقاته للأشخاص الثانياً ظاهر فاكتبونا يا حبائي بالكومنتاج شراكم هذا الخبر وبحركته بين سوريا وخفاء الاسم ومسيف من التعليقات الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي ومملكة القصص على بيسان وأنس الشايب فبيسان وأنس نزلوا على حساب أنس الشايب بالتك توك هذا المقطع ولدخلهم بيع التعليق راحشوفون انه كل التعليق مكتوب عليه جيش مملكة القصص أو جيش نارين بيوتي وبالضافة للأشخاص اللي يكشفون حقيقة أنس الشايب انه هو مرجال ويكتبون انه سبنيه من هالكلام ويكتبونه يا حبائي بالكومنتاج شراكم هذا الخبر وهو يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا الخبر الخامس اللي عدنا عن شيره نارين بيوتي يشيرنا نزع على سبب الانستغرام هذا الستوري اللي كان بفلتر يختار لشن الشكل المناسب إليه من الحيوانات وهو طلع لزرافة فقال باللستوري انه طلعت لي زرافة أمام بعدها باللستوري اللي ورا فنارين بيوتي كتبت له هذا غزال يا حمار ويوضح بالموضوع انه هو قل صاح وانما نارين بيوتي هي الغلطانة وصار يسيبها راح اضطكم هذه الاستوريات شوفوها وان شوي نزلت ستوري انه حيوان راح يطلع لي المهم طلع لي زرافة وانا قلت انه زرافة امنارين حب تتفهم انتعمل حالة فهي معرفت شون فبتكتب لي هاي غزال يا حمار فانا بحب إليك يا حمار انا هي زرافة اوكي برور وبحب بوسكن كل الهاتكن انتو لانه بوقفتوا معا قلتوا انها هي زرافة فانارو حبيبتي وصلوا الى وصلنا الى نهاية البقطات من المقطع اعجبكم بس تحطوا اللايك وشتركوا بالقناة وانا كفايزة اميقات الملكة الخصاص وبس مع السلامة